كلها الجامعة بالتحديد لكلية الطب إن شاء الله تحلال محافظة النجف أن تكون إضافة نوعية متنمية ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية لرفع كفاءة التعليم وتطويره نظمن جامعة الكفيل دورة أساسية متقدمة في التعليم الطبي من أجل مساهمة في رفع كفاءة ملاكاتها التدريسية وجعلها مواكبة للتطور العلمي الحاصل في هذا المجال وترجمة مخرجاتها إلى واقع عملي يدف إلى الارتقاء بالواقع التعليمي لطلباتها هذا الموضوع من أهمية حقيقة موضوعة التعليم الطبي إذ يتلقى فيها السادة التدريسيين أحدث الطرق والأساليب المتبعة في الجامعات العالمية الرصينة والأساليب الحديثة في التعليم الطبي من أجل تطبيقها في مناهج التدريس المقامة في كليات جامعة الكفيل لما لهذا الموضوع من أهمية حقيقة في إدخال حافات العلوم الحديثة ومناهج العلوم الحديثة المطبقة في الجامعات العالمية الرصينة وتطبيقها على أرض الواقع في كليات جامعة الكفيل هذه الدورة بالحقيقة تهدف إلى إطلاع الأساتذة على آخر التطورات والطرق الحديثة في التعليم الطبي من ناحية تعليم الكبار وتعليم الصغار باعتبار هناك فرق كبير بأسلوب التعلم وطرق التعلم لذلك اشتركنا في هذه الدورة وهي تأخذ عدة أيام إن شاء الله الدورة أشرفت عليها كلية الطف الجامعة وتتكون من خمس وحدات تعليمية يمنح المشارك بالدورة شهادة مشاركة من شبكة زملاء الكلية الملكية البريطانية في العراق وتسعى المؤسسات الأكاديمية التابعة للعتبة العباسية ومنها جامعة الكفيل إلى المواصلة في تطوير المناهج التعليمية وطرائق التعلم والتقويم الحديثة بما يؤمن تحقيق المخرجات المنشودة والاعتمادية الدولية